باركاته جماعة معكم احمد العرب من ميكروتيك ويفريكيا وجروبين على الفيسبوك ميكروتيك ويفريكيا بنرجو منها العضاء عمل انضمام الى جروب وعمل مشاركة الميكروتيك واجهزة الوارلس مبيعات الاجهزة وقاميرت المرأة طبعا اعلنت على الجروب والميكروتيك ووصول شحنة الانفلتر السوكان الهندي والانفلتر التريبل طبعا الانفلترات الصناعة الهندية المنشئة الهندي انضف انفلتر هتشتغل به كالسوكان او الليمونس او التريبل الصناعة الهندية طبعا موجود في السوء السين كتير واسماء مختلفة وطبعا كل مستورد بيعمل اسم بمزاجه وطبعا السين نزلت من الانفلتر دوت السوكان تقليد وكوبي طبعا المنتج اللي عندي هو من الهند والاصلي من موقع الشركة شركة كبيرة ورائضة في المجال منذ سنوات السوكان او التريبل او الليمونس جميع منتجات الهندية تعمل بكفاءة اداء تاني وزي ما قلت فرق الغالي عن الرخيص حاجات بسيطة بس كا احنا اصحاب شبكات وناس عاوزين نشتغل بيه في البيوت او المنازل كتشغيل اضاءة في حالة انقطاع الكهرباء هنشغل مثلا اضاءة هنشغل مراوح هنشغل كمبيوتر هنشغل تلفزيون هنشغل لاب نشحن موبايلاتنا يبقى نشتغل بمنتج كويس علشان يكون خارجي الكهرباء ميتين وعشرين فولت مزبوط ويكون الشحن بتنجر داخلي غير الصيني الصيني فيه اه اجهزة بتلازم تشتري لها تنجر سريعة او تنجر بطيق في الشحن وفيه مشاكل كتيرة جدا جدا طبعا الانفلتر اه بيركب على بطاريات خارجية مش داخلية طبعا في انفلترات موجودة بتركب او بتيجي جاهزة فيها بطاريات داخلية بس الانفلترات ديت اخيرها يا جماعة ساعة او اتنين لا الانفلترات ديت لو بتشغل عليها طبعا زي ما قلت الانفلتر فيه واحد مسلا بيسألني ايه عم احمد الانفلتر ديبعد كم ساعة او بيشغل ايه طبعا احنا لازم فيها حزب ان اللمبة بتاخد كم واط والسويتش بيشتغل بيسحب كم واط او المحاول بتاعه كم واط الانوستشن كم واط الراوتر بورت بس كم اصحاب شبكات الانفلتر دي يقضي بالغرض ويشغل حاجات كتير يعني ممكن لو عندك تلاتين راوتر يشغلهم تلاتين راوتر اي راوتر من العادية يشغلهم مع سويتشات مع دمج راوتر بورد مع راوتر لو الف مية او كسات ماشي لان مفيش عليهم حاجات كلها خفيفة وما بتسحبش وطبعا بيقعد كام يوم او بيقعد فترة اد ايه بترجع كلها على حسب الجهد الخارج من الجهاز وحسب الانبير اسف الانبير بتاع البطارية يعني مش هتجيب بطارية مثلا اربعين امبير زي تمانين زي مية زي مية وخمسين زي ميتين امبير زي ميتين وخمسين امبير طبعا كل امبير بيختلف وكل ما البطارية تكبر كل ما بسعرها بيغلق والبطاريات المنتشرة او في السوق بيوجودة عندك البطاريات السعودي بسعرها يبدأ من ثثمات وخمسين ربعملة جنيه وفي بطاريات منها مستعملة بمية وخمسين جنيه او بمت جنيه طبعا فيه بطاريات جافة وبطاريات مека طبعا ممكن بنتفو الى اي بطاريات الشغال فيها ينصحك البطاريات المنتشرة يستطيع الاسم العلم بها Deep Cycle هو الاسم المنتشر اللي هي اسمها بطارية طيارة بطارية بتكون رفاعة ومستطيلة وطويلة وإن كان شرحتها قبل من كده وأعلنت بصور عنها على الجروب والمدوان طبعا الانفلتر السوكة يا جماعة قلنا بيقابل مشاكل كتير جدا جدا أصحاب الشبكات الناس اللي نقلة والناس اللي رواتر كل شواء بتفصل والعاوز ينام وهو باله مستريح مفيش دوشة دمج يسحب مية مية وعدم رجوع الطيار الكهرباء مفاجئ على بعض الباورات أو نانوستيشن وكلام ده بيدي يضرب لان أو بيضرب باور أو بيحصل تهنيجة من الكهرباء بتقطع وبتيجي فجأة زيادة عن الميتين وعشرين طبعا قلت الانفلتر السوكة فيه اكسبلايزر داخلي مصاب بالطيار شحن تنجر داخلي ما بتحتاجش أن انت تجيب له أي حاجة من بره نشوف الجهاز من الداخل زي ما احنا شايفين كده الجهاز يا جماعة بيجي أول وهبدأ أشرح لكم اللمبات ونشرح الجهاز ونبدأ نشرح طريق يتعامل الجهاز طبعا الجهاز هيجي معاك يا جماعة هو يجي كده تبدأ عشان تفتح الجهاز بالراحة نقلب الجهاز على الأرض هو نبدأ نفتح الجهاز ونقلبه هو أرفع الكرتونة بس كده زي ما احنا شايفين وهبدأ نزل الجهاز واحدة واحدة هو أفتح وارفع الجهاز هو وابدأ أجيب الجهاز كده فوق يجيبه على جنبه مثلا المين والشمال طبعا شركة محترمة جدا جدا الجهاز جاي مغلق في كيس زي ما احنا شايفين الجهاز وزنه وزنه يصل من سبع إلى تمانية كيلو طبعا ما فيش أجهزة صنية توصل بالتقل دوت الترنز الداخلي بتاعه تجربة السكة معان سنوات كويس جدا جدا طلع الكربة المتين وعشرين هم المتين وعشرين ويمكن زي ما بقول الكهرباء بتاعته أحسن من الكهرباء الداخلية في البيئة والتحدي من كهربائية ومن ناس شغالة في مجال الطاقة الشمسية والانفلترات وكلام من ده ماشي؟ طبعا الفلتر بيجي لك كده بيجي لك كتلوق قص بالانفلتر الشركة طبعا بتعمل لك ازاي ان انت اتركب الانفلتر وطبعا زي ما احنا شايفين كده جاي لك مختم جوا برضا اسم الشركة السكام ورقم السيريال الخاص به ماشي؟ كمام؟ فيه الشركة شركة محترمة جدا 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 يا جماعة ما فيش اي مشكلة وطبعا عن تجربة سنوات هنشوف الوش من الداخل زي ما قلت الانفلتر عندك الزرار الباور هو طبعا الزرار اللي داخل لجوه كده بالفعل هو شغال لو خارج لبرا كده يبقى فاصل وعندك لمبة هنا ماشي كاشف عليها ايه؟ وعندك بعض اللمبات او خمس لمبات لو عدناهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اللمبات ديت بيجي لك علامة مائية من الجهاز شركة محترمة مطلع منتج محترمة ما شاء الله جالك علامة مائية من الجهاز وعندك باج هنا وعندك باج او ختم السكان ورا في الخلف وهنشوف كل حاجة واحدة واحدة نشرح الجهاز طبعا شرحت الجهاز دوت الالف وخمسمائة واط وما شاء الله شغال مع الناس ما فيش فيه اي مشكلة طبعا اللمبة الاولينية اللمبة الاولينية الناس تحفظ معايا كده علشان اما بشعن عليه كمية اجبال كبيرة جدا جدا في شحن جميع المحافظات في مصر وعليه ان انت عاوزك تعرف ازاي هتركب الانفلتر وازاي هتشتغل على الانفلتر طبعا البطاريات وازنها تقيل غالية في شركات الشحن هتكلفها كتير ممكن انت تاخد الانفلتر وتبدأ ان انت تجيب بطارية من اي بلد او عندك من البلد تسأل اي حد بتاع بطاريات على بطارية كويسة مستعملة او عاوز تجيب جديدة تشتغل مفيش اي مشكلة براحتك وقلت لك حاجة كلما البطارية بتكون كبيرة كلما الوقت بتاعه يقعد كتير ماشي وزي ما قلت الرواتر والاكسزات والنانوستيشن والكلام ده كله يعني لو بطارية كويسة ممكن اقول لك استغني عن الكهرباء الحكومية لمدة اسبوع لمدة اسبوع ده عن تجربة احنا شغالين رواتر وكلام حاجة يعني صغيرة زي دي مفيش اي مشكلة انما احمال الانفلتر دوت يا جماعة شغلت عليه هلتي كبير بيكسر اسفلت او صب هلتي كبير شغلته عليه وشانيور وحاجات كتير جدا جدا شغلت عليه وعند الفيديوهات موجودة على اليوتيوب وممكن تخش تفرج عليه بس مش عاوز ان احنا نقعد نيجرب ونعيد احنا بس بنشرح الجهاز دوت لان التمنمية وخمسين بشتغل فيه بس ما شرحتوش شرح فيديو لضيق الوقت عندي في التركيبات ولكده ماشي فاشرح التريبل حاجة هندي جميلة جدا جدا ممتازة ونشرح السوكم التنمية وخمسين وشرحت الليمونس وشرحت الالف وخمسمية من السوكم الانفلتر السوكم الف وخمسمية طبعا زي ما احنا شايفين المركة ديت لها موقع كبير الشركة هندية اسمها موجود واسمها مسامعة في الدنيا كلها نعرف اللمبات ديت شرح بالتفصيل اللمبات ديت بطول ايه بسم الله الرحمن الرحيم اللمبة الاولانية دي يا جماعة اللمبة الاولانية مرسومة عليها هي زي ما احنا شايفين لمبة ومطلعة شعاع ديت مسؤولة عن تشغيل الجهاز او بالفعل لو منورة بتقولك ان الجهاز شغال او داخله كهرباء ان الجهاز شغال او داخله كهرباء ماشي اللمبة اللي بعدها اللمبة اللي بعدها على طول في حالة انقطاع الطيار الكهربائي الكهرباء اللي جاي من الحكومة اطعت اللمبة ديت اللي اسمها بيك اوب ماشي بتبدأ ان هي تنور يعني الجهاز زود السوكم دو تواخد من البطارية اللي انت جايبها يعني كده الوقت احنا الكهرباء عندنا مش اطع احنا واخدين من البطارية بتاعتنا العادية والكهرباء طبعا الحكومية اطعت اللمبة ده هي لو منورة بالفعل احنا شغالين كهرباء مباشر من على الجهاز والبطارية بتشحن لو اللمبة ديت منورة احنا شغالين كهرباء مباشر من على الجهاز والبطارية بتشهن عندك ال 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 الاحمال الكبيرة يعني الجهاز يعني ايه بالزبط الجهاز دوت يا جماعة عنده حساسية كبيرة جدا جدا وعنده حاجة زي ما بنقول ايه ايه الانفلتر دوة تمنمية وخمسين واط ولو جيت تشغل عليه مثلا حاجة تسعمائة واط او مثلا كيلو بتبدأ اللمبة ديت بتاعت الافرلوت ديت تبدأ ان هي بتنور وبيبدأ ان هو يعمل لك صوت خفيف ان هو مش قادر يشغل ايه الجهاز ده مش قادر يشغل الجهاز ده بتبدأ اللمبة تنور ويقول لك عليا حملة تقيل الافرلوت هي احمال تقيل اخر لمبة معانا اخر لمبة معانا يا ربي البطارية اه عندك اللمبة ديت تما بتنور يعني بيقول لك البطارية ضعيفة البطارية ضعيفة ان انت لازم تشحن البطارية ماشي او السلك بتاعنا تبدأ ان انت تحطه في الكهرباء طيب الجهاز السوكا متريبل الاجهزة الهندية بالذات اه تميزت بحاجة انا لاحظتها فيها ان هي بتطلع مئتين وعشرين مزبوطين بتتميز بحاجة اه يعني لو في حاجة اقل من الثانية اقل من الثانية هي دي يكون شغالة عليها زي ايه الناس كتير سألتنا يا استاذ احمد الكهرباء اما تقطع الكهرباء اما تقطع معايا الجهاز دي هو الرواتر بتاعتي والاجهزة بتاعتي هتطفي وتشتغل تاني او ايه هقول لك اسيد تجربة الجهاز ديت اه يعني زي ما بقول لك ايه في مثل بيقول اسأل مجرب ممتسألش طبيب في ايه اسأل واحد بيجرب كل يوم الحاجة وبيعندق وبيشيلو بيحطو بيجيب بطارية وبيقدر ان هو اشوف فكرة في الجهاز وتقلي الجهاز يحصل في العطل افكو اشوف الناس ديت بتعمل ايه في الاجهزة او بتصنع ازاي او دماغها ازاي بص ازاي الجهاز دوت بيتميز عند انقطاع الطيار الكهربي ماشي عند انقطاع الطيار الكهربي مباشر وانت موصل البطارية وموصل كل حاجة بيتميز يعني ايه عدم فصل الاجهزة واقل من الثانية بتكون الاجهزة شغالة يعني مش عاوز اقول لك ايه لو احنا بنتفرج على التلفزيون وموصلين الجهاز وموصلين من على الانفلتر والكهرابا قطعت واحنا بنتفرج على التلفزيون عادي مش هنحس ان الكهرابا قطعت لان اقل من الثانية ما الجهاز بيبعد المتين وعشرين بولت على طول للتلفزيون او الجهاز المشغال يعني ايه يعني الكهرابا مش هتقطع يعني الفصل او مدة الفصل بين انقطاع الطيار الحكومي وبدء تشغيل الجهاز مش هتشوفها ومش هتحس بيها ومش هتشعر بها ديت حاجة بيتميز بها الانفلترات الهندي وموجودة في الانفلترات الصيني بس في بعض الانفلترات الصيني بتطفي لمدة يعني تربش وتشغل تاني متحسش بها بردك بس ممكن جهاز ضعيف يحس بها كلما يكون الجهاز في الفلت بتاعه ضعيف كلما الحساسية بتاعته بتقل يعني مثلا التلفزيون لو في الترانز جوه لو الكهربة ضعيفة مش مئتين وعشرين التلفزيون ممكن يشتغل لان الترانز بتاعه جوه بيقاوم شوية ممكن يزود على مئتين وعشرين بس بننصح ان احنا ما نشغلش التلفزيون في ايه وجود اما يكون الكهربة ضعيفة طيب الرواتر والحاجات الحساسة دي لا هتطفي بسرعة يعني هتطفي يعني هو تفعل خلاص ربشت هيتطفن عليه لانه هميش فيها ترانز جوه لا فيش فيها اي مكاومات خالص كلها دايرة او كلها بردة وبس كارت لان باور شكرا مفيش فيها اي مكاومة زي التلفزيون او اي حاجة زي مسلا الاجهزة اللي هي مسلا ايه الكمبيوتر برضا بممكن مع الصيني مع البيلترات الصيني يفصل لانه مفيش فيه ترانز او ايه اه حاجة ان هي تبدأ ان تخزن اه كهربة طيب اه قلت الانفلتر موجود في ان هو بشحن اوتوماتيك اه اه اما الكهربة تقطع مش هتحس بالقطعان يعني مفيش لا راوتر يفصل ولا كلام من ده انا بقول لك الشرع ده عشان الاخصلك كل اي حد عاوز اه كلام او يسأل قلنا الاطاقة بتاعته بيشغل قد ايه ماتقولش بشغل قد ايه قول البطراء اللي عندك قد ايه وقول الاجهزة الخارج بتاعها قد ايه زي مولت السويتشات والتلفزيونيات والقضاء والكلام ده كله النهاردة اللمبات بقت لد وكلها ما بيسحبش اي حاج طيب 850 روعى وجميل اوعى تستقل الـ 850 واط لان 850 واط صافي 850 واط الـ 880 صافي 880 في الاجهزة الاندي بالذات طيب الصيني لو انت جاب كيلو هيصف معك على 500 تجربة فعلية مش كل الاجهزة في الصيني بس الاجهزة النضيفة في الصيني غالية بس انا بابعد يعني زي ما اقول ايه بابعد يعني الشر واغنيله انا يعني ايه الصيني مستريح لو ان ان هي بلد كويسة وفاها مندجات حلوة بس اا اكتصادية يعني انفلتر بتلاقي يعني لك انفلتر كيلو ب700 جنيه تجي تشوف الانفلتر من جوة وزنه مفيش في وزن شهر اثنين مع ناس يدرم يحصل في مشاكل لا اغير مش عارب بوردة لا احنا جربنا الانفلتر سنة واثنين وثلاثة بقتدخل منه كميات وقلبي جامد لان المجرب طيب احنا قلنا الخمس لمبات دول وخفزناهم ونعيدهم للناس ثاني عشان الناس اللي هنشعل لها الشغل تفهم الانفلتر بيشتغل ازاي وهنقول اللمبة الاولانية اللمبة التشغيل الجهاز هنقول اللمبة التانية عند انقطاع الطيار الحكومي اللمبة ديت بتشتغل وهو بياخد من البطارية اللمبة التالتة ديت في حالة شحن البطارية وتشغيل الجهاز او الكهرباء العادية احنا شغلين على الكهرباء الحكومية العادية اللمبة ديت اللود العالي او الاحمال الزيادة على الجهاز حمل كبير بيبدأ ان هو ما يشغلوش عشان ما يبدأش نعمل في افلة الآخر لما ديه زي ما قولنا اللي هي بيقول لك بالفعل عاوزين نشحن البطارية او شحن البطارية او البطارية ضاعفة طبعا الجهاز بيجيلك بعلامة مائية وزي ما نشوفنا فوق الخطمة كده ويجيلك الجهاز لو شوفناه من الخلف ماشي بيجيلك الجهاز زي ما احنا شايفين هو suffer بيجيلك كابلين موجب وسالب بيجيلك الموجب والسالب طبعا نتأكد هوスト عندك السالب هوت وعندك الموجب نتأكد طبعا هو بقول لك اهو البطارية اللي هتشتغل اتناشر فولت وكاتب لك كل حاجة اه ماشي اه طبعا عندك مروحة تبريد عندك مروحة تبريد وعندك الفيشة السلسية اللي هي بتيجي من الخليج طبعا احنا في مصر اه الفيش بتاعتنا كلها سنائية اه عندك السلك ده اهو السلك اللي احنا شايفينه ده يا جماعة السلك اللي احنا شايفينه ده اهو السلك اللي احنا شايفينه ده اهو عندك هنا هو البتاع المصمرة اللي انا فتحته او البلاستيكات اللي انا فتحتها دية الفيوز عندك الفيوز دي بتتباع عند بتوع السياراته موجودة ليه لو اي مشكلة حصلت في الجهاز طبعا شركة محترمة بيبدأ ان هو يضرب الفيوز ما يعملش اي مشاكل في الداخل اه في الجهاز طبعا الفيوز زي زي ما احنا شايفينها بتبدأ ان نربطها لو حصل اي مشكلة بتبدأ تشوف الفيوز من جوا تلاقي اه فرقعة او لزيزة الكسر تبدأ تغير الفيوز ويبدأ يشتغل الجهاز معاك طبعا احنا قلنا او شرحت شرح تفصيلي ازاي ان انا شغل الانفرطر والجاي المشاكل والعيوب بتاعته طبعا عندك السيلكة هو ان الزرار دوم اللي هو عندك اليو باس ممكن نشغال عليه وبيس عادي وعندك اللي هو ال ال اي اي او نسيبه اه زي ما احنا شايفينهم كده ما فيش اي مشكلة عندنا عندك زي ما قلنا الكابلين دول يا جماعة اللي هم الاحمر والاسود عندك الموجب هو تنتأكد واحنا بتركب البطارية لان لو عملنا اختلاف في الكابلين دول بالزات هيحصل افلة في الجهاز اتأكد من السالب في البطارية اتأكد في الموجب هتقول تاني نتأكد من السالب ونتأكد من الموجب باشرح شرح تفصيلي للناس الاعضاء الجديدة الناس الاعضاء الاديمة بتلبخ وبعمل طرفين عكسة بعد وبيترد في الانفلتر او الافلة بترجع في الانفلتر ويحصل مشكلة تمام اتأكد يا جماعة تاني مرة الموجب ومن السالب اتأكد وشوفها مرة واثنين وتلاتة من الموجب ومن السالب طبعا وانت بتلمس البطارية كده بيطلع منها شرز البطارية ما بتكهربش الان اتناشر فورت بتكهرب في حالة ان انت بتحط الكهربة اللي هي بتاعت الجهاز اللي بيبدأ التنجر يبعد كهربة البطارية فبشح البطارية بيطلع كهربة فاحنا بعد ما نركب القطاش او نركب المصمران دول في البطارية زي ما احنا شايفين نبدأ اه نجيب اه شمع ونبدأ نحطه على المصمرين بتوع البطارية او القطاش عشان ما تبقاش تمال لح معانا ماشي طيب اه زي ما قلت بنركب السلكين دول بنركب السلكين دول طيب الفيشة طبعا اللي ان الشركة دي اعتبر شركة كبيرة السوكام السوكام والتريبل والليمنوس بتصدر لجميع الدول بتصدر لجميع الدول بتصدر لسعودية بتصدر ليه كل بلا طيب بتبعت اللي هي التلات اطراف دول الطبعا التلات اطراف دول زي ما قلنا كل دول الخليجة عندهم اتنين ارض على ما اظن وعندهم واحد كهربة ماشي طبعا احنا شغلنا كل في مصر كل في مصر يبقى ارضي وكهربة هي فيشة سنائية مش فيشة سلاسية طيب السلكين اللي هشتغل عليهم نهو. عشان اركز السلكين اللي هشتغل خناولون من عشان بمركز في الدنيا كلها معي. هنشتغل على الاحمر الاحمر والاسود. هشتغل على الاحمر والاسود. ودوة ايه? الاحضر هلغيه او اقطعه. الاحضر هلغي او اقطعه. هشتغل نهون اللي هرابط الفلاشا بتاعتي نهو على الاون. اشتغل released on up on on on. اهشتغل على الاحمر والاسود. طيب عشان افتكرهم. افتكرهم كويس. يبقي دوة لونه ايه? احمر وسود. احمر وسود. يبقى السلكين دول ايه? احمر وسود. احمر وسود. طيب. شوف الشركة يعني شركة عملت كل حاجة. يعني نخليها سلكين دول احمر وسود والسلكين اللي هتشتغل بهم في الكهربة في مصر. احمر وسود يعني كمستوردين. في مصر بنقول لهم شوات حاجات عشان ما نتلاشى او نبعد عن مشاكل الانفلتر وعيوبه او نحصل في اي مشكلة. طيب. قلت جماعة السلك دوات بتاع الطيار الكهربية. السلك دوات بتاع الطيار الكهرباء اللي هشحن الانفلتر. طيب. الانفلتر دوات بيشتغل حاجتين في نفس الوقت. بيشتغل ايه? لو الكهرباء احنا هنحط طبعا الفيشة ديت. الفيشة اللي هو سلك ده في الكهرباء مباشر. في الكهرباء مباشر. كلام جميل. وهنعلق البطارية بتاعتنا على السلب والموجب زي ما قلنا. طيب. هو بيشحن البطارية. بيشحن البطارية. البطارية ملت بيفصل اوتوماتيك. طيب. الكهرباء قطعت عندك في الحكومة في السلك دي قطعت. بياخد من البطارية اوتوماتيك ومش هتشعر بها والاجهزة مش هتربش ولا هتفصل. طيب. الكهرباء جد بيشحن البطارية تاني. وبياخد كهرباء من المباشرة الحكومة على طول. يعني ايه? هو بيشتغل حاجتين او تلت حاجات في وقت واحد. بيشحن البطارية. ماشي? وبياخد كهرباء من هنا. واما الكهرباء بتقطع. بيبدأ ان هو يسحب من البطارية الرئاسية. طيب. يعني بياخد كهرباء على طول في حالة وجود الطيارة الحكومة. ماشي? طيب. بيفصل الكهرباء دي بتفصل. وبياخد من هنا عند انقطاع الطيارة الكهرباء. بياخد هو طبعا من البطارية اللي احنا واخدينها. الكهرباء ال 12 فولت وحوالها 22 وعشرين وبيشغل الاجهزة. الكهرباء جد طبعا الجهاز لوحده اوتوماتيك. يشحن البطارية البطارات يتملع على الاخر. بيفصل. في مشاكل بقى في الانفلترات الصين. بقعد يشحن في قلب البطارية. في قلب البطارية ما يفصلش. ما فيش فيه ان هو يفصل اوتوماتيك فيه. بقعد كده البطارية ما بتعودش حاجة. يعني تلاقي 6 شهور وبدأت تملح وبدأت تضرب. وبدأت يعني ترد في قلب الجهاز الصيني. لاني التونجر اللي داخله ضعيف. بيشحن على طول وخلاص. عامل زي الموبايل اللي بقعد يشحن عمال وبطار. وما بيطلعش الطاقة اللي في قلب البطارية. وتيجي تفتح مثلا. الاجهزة بتاعتك تلاقي خلاص طيب. طيب. وزن الانفلتر من سبعة للا تمانية كيلو. وقلت يا جماعة هو. طيب. نعرف بقى مشاكل الانفلتر. نعرف مشاكل الانفلتر لاني. صوته واجعنا. طيب. الانفلتر طبعا مش عاوزين واحد ناصح. ييجي مثلا هو الكهرباء. الكهربائية اللي هم يقول لها الاسود والاحمر. في واحد يوم يقول لك ايه? طيب مانا ممكن اعمل شحن. يشحن اوتوماتيك. يشحن نفسه بنفسه. يعني يشحن نفسه بنفسه. يعني مثلا اه? هو هنا. دي هو يا جماعة الفيشة دي قلنا الخارجي. الخارجي اللي هو بتطلع بقى ايه? كهرباء للاجهزة. احنا قلنا ده دخول الكهرباء العادية بتاعت الحكومة. دي بقى اللي هياخد بقى للاجهزة بقى. واحنا قلنا فيشة ثلاثية. وفيشة ايه? سنائية. دي قلنا اللي هيطلع للاجهزة ايه اللي هيشغالها. ماشي? انت بتاخد الخارجي بقى ايه? الكهرباء اللي هتطلع من الانفلتر عشان ياخد من البطارية من هنا. هتاخدها من هنا. وهتشحن الكهرباء وتشتغل على الكهرباء الحكومة مع وجود الطيار الحكومي من هنا. ماشي? طيب. في واحد يقول لك ايه? طب ما انا بشحن الكهرباء ديها من الحكومة. يعني باجيب كهرباء من الحكومة. طب ما انا ممكن. والكهرباء مثلا. 200. طب ما انا ممكن ايه? اديله مثلا ايه? ااخد مثلا كهرباء من هنا. ما هو el kharge من هنا? 120. اقول لك اناخد كهرباء من هنا. وهذا الخلاف الجهاز وقعد يشحن نفسه بنفسه. يا جرجة ما ينفعش. طيب ما هو الخارج اللي يطلع من هنا? هيستهلكوا. الخارج اللي يطلع من هنا من البطارية. ما هي هايشحن من التعادеты ولو حصلة افلة في الجهاز يعني documentation شحن الجهاز عليكم حامل جهاز ضم� East عدم انفلتر عدم شحن جهاز ناصح يقول لك انا اشخد اشحن الجهاز وايشحن بقى طيب. والخارج بقى اللي هيطلع اللي هيروح للبطارية مهات. البطارية هتخلص. يعني هو ما ينفعش بس ما اجيب لك ايه? ان البطارية هتتسحب منها. بعد كده يشحن نفسه بنفسه من ان? عاوز الناس تكبر مقه وتفهم. مش بالعافية ولا هي بالمفهومية. الشركات دي شركات كبيرة وموجودة في المجال من زمان واحنا مجربين وشغالية. ما ينفعش ان انت تشحن الجهاز نفسه بنفسه. طيب. قلت عدم شحن الجهاز نفسه بنفسه يا جماعة. ماشي. قلنا عدم تبادل السالب مع الموجب والموجب مع السالب. اه بيمكن كده شحن شرحت الانفلتر شرح تفصيلي الانفلتر السكام. قلنا الانفلتر السكام شرحناه شرح تفصيلي قلنا الانفلتر كويس جدا جدا. ومشاء الله عليه اقبال شحن وتريح دماء من الفصلان والتشغيل وكل حاجة. كل اللي هتجيبه اتجيبه بطارية وولت. الناس اللي عايزة تشتار في الانفلترات تجيب انفلترات بطاريات خارجية لطول مدة التشغيل. تجيب بطاريات كبيرة بره لطول مدة التشغيل. او هتجيب انفلتر بطاريته داخلية. يعني الانفلتر تلاقي بطاريته صغير. هتلاقي بطاريته اكبر. قدي بتاعت النوسيكي. اللي هي الصغيرة اللي هي 12 فولت اللي هي الصغير. قدي كافة ايدك كده فمش هتنفع معك و هتخلص بسرع الوقت بتاعها و هيقرفك و هيحصل مشاكل بعد كده الناس جبت الانفلترات دي و اضطرت ان احنا ناخدها و نعدلها ببطارات خارجية و صدف عليه يمكن نص ثمن عشان نعدله نجيب له بطارات خارجية و شغلان اشكركم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته